هيزينا نتكلم في افلام وعوزينا حماس وعوزينا طاقة اليجابية فيلم ميسنج من نفس الأسرة بتاعة البشر اللي كانوا أصحاب فيلم سورتشنج الإدترز بتوع الفيلم نيكلس دي جونسون وويل مارك دول كانوا اللي قاموا بالمونتاج بتاع فيلم سورتشنج كنا عملنا له مراجعة وكنا شكرنا فيه جدا وكان صاحب تقييم رائع قوي وممكن يكون من الأفلام اللي رسخت مفهوم سينمائي جديد الخاص بالموضوع بتاع الشاشات اللي هي الدراما الكاملة اللي بتتنقلنا من خلال الشاشات سورتشنج كان دراما أو كان رحلة غموض بتاعة اختفاء بنت قب بنته بتختفي وبياخد رحلة للبحث عنها من خلال البحث في تواجدها الرقمي حسابتها وأصدقائها والأمور ده كل والفيلم بياخد المنظور ده وبيحطنا إحنا كمشاهدين وراء الشاشات الكتير اللي هو بيتعامل معها عشان يحاول يحل اللغز ده وزي ما قلنا الفيلم كان متفوق جدا على عدد من الأصعيد منها الصعيد بتاع الجريمة والتعقيدات اللي جواها الصعيد الدرامي في علاقة القب وبنته والسؤال الكبير اللي كان موجود عنده إن هو متأسف جدا ومتألم جدا لأنه على ما يبدو ما كانش يعرف بنته ما عرفش أي حاجة عن حياة بنته وبعد كده عندنا المفهوم بتاع الأحداث اللي بتحصل من خلال الشاشات والعبقرية وهي فعلا بكل تأكيد عبقرية اللي تم تقدمها في كيفية تتبع الأحداث دي كلها بالشاشات دي كلها وتعيشنا إحنا كمشاهدين في حال الترقب وإطارة وإحنا بنجري مع كل تفصيلة موجودة على الشاشة وبنشغل مخنا مع الأحداث والكلام ده كله فيلم ميسنج أول التعرض ليا معا كان أسامة شافل تريلر بتاعته دي كانت أول مرة أسمعه عن الفيلم عن الإطلاق وقالي هو تقريبا نفس الفيلم وبتاعه ده أنا من ساعتها وأنا واخد عنه امطباع إنه هو فيلم بننحبقة ويخسرت الناس اللي عمله فيلم جامد والكلام ده ودلوقتي جايين يجردوا في المخابق ويطلعوا حاجة جديدة على أمل تحقيق نفس النجاح والأمور دي كلها وبعدين التالي تتفاجئ بأن ردود الأفعال إيجابية إنه ناس كتير بتتفرج على الفيلم وبتقول لك لأ لأ إيه مش عارف دي النقطة اللي أنا هنكت فيها شوية لأن أنا ما فهمتش هو لأ مختلف تماما لأ الفورمات ما تحلبتش لأ عرفنا نلاقي أبروتش جديد المهم الكلام الكتير الإيجابي يشجعني إن أنا أخش وأشوف الفيلم ولما دخلت وشفت الفيلم عرفت لأ إيه لأ التصنيف ده يسمح بأكتر من كده بكتير قوي وبدري قوي 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 إن احنا نزهق منه أو إن احنا نستقمن اللي بيتم تقديمه فيه دي من العوامل الإيجابية جدا في ميسنج إنه هو فتح لي الباب لأن أنا أدرك إن العالم ده ممكن يطلع منه حاجات كتير ويتعامل منه أكتر من كده بكتير وما يبقاش فيها أي مشكلة على الإطلاق ده يصلح إنه هو يتنقل لمسلسل وأعتقد إنه هو حيبقى مسلسل يقلب الدنيا بنكلم على مسلسل أنتولوجي كل حلقة منفصلة متصلة داخل العالم بنشوف كل حاجة من الشاشات والشاشات يتقلبوا الكاركترز بيظهروا في حلقات مختلفة في أماكن مختلفة وإحنا عارفين عنهم أسرار معينة بصراحة أنا الفيلم ده حسسني أنا مش متضايق خالص من إن إحنا مش هسميه حلب إن إحنا نستثمر الحاجات القواعد اللي إحنا أرسناها ديت ونشتغل عليها أكتر لأن أنا عشان أجي وأقول إن الفيلم ده بيقدم حدوطة جديدة تماما أو عارف يجدد جلده بالكامل أبا راجل كداب المرة دي الاختفاء بيحصل لأم وعلى فكرة الفيلم آه بينتمل نفس العالم بشكل أو بآخر والعالم دوت فيه اعتراف بأن اللي حصل في سورتشنج حصل بالفعل وبيقدموه جوه الفيلم بشكل جميل جدا زاوية من زاوية الأحداث كده بتؤكد إن سورتشنج حصل في نفس العالم المرة دي بنت بتعامل أمها بنوع من أنواع الاحترام القليل تعالوا نقول أو إن هي مراهقة وزهقنا من أمها الزنانة لو من الآخر علاقة كله ولدنا المراهقين بينا طالما أنا على الجانب الآخر وبعدين الأم دي بتطلع في رحلة وبتختفي فيها والبنت هي اللي تبتدي تلتقط الخيوط الممكنة بحكم إدراكها وقدرتها على التعامل مع العالم الرقمي علشان تلاقي أي خطوط أو أي حاجة تساعد إنها توصل لأمها وتعرف تلاقيها زي ما بقول لا يعني لو جيت أقولت لك إن الفيلم فيه اختلاف تام عن الفيلم الأولاني لا هو فيه اختلاف معقول اختلاف معقول في إن ده وافع الدراما دلوقتي مش موضوع تفاجئ أب بإنه ما يعرفش ما يكفي عن حياة بنته لا هي بنت بتكتشف إنها ما كانتش بتوكنل أمها الاحترام الكافي الأب كان جاهل جدا بالعالم الرقمي وبيحاول يتحسس طريقه فيه البنت عندها خبرة كافية جدا باللي هي تحاول توصله واللي هي بتحاول تلاقيه وده بيسمح لنا بإن إحنا نبص جوه أدوات أكتر يعني حتى من منظورنا إحنا كناس فاهمين شوية في العالم الرقمي بحكم إن إحنا بنشتغل عليه والأمور دي البنت متفوقة البنت بتفرجنا حاجات المرات يمكن إحنا شخصيا ما نكونش نعرفها أو ما عندناش إدراك كامل لكل الأدوات دي الفيلم بشكل عام عنده حالة مواكبة لكل الجديد اللي حصل في الجادجتز بتاعة التكنولوجيا من ساعتها لغاية دلوقتي فبقائنا بنشوف أحداث على شاشات جديدة وبقائنا بنستخدم أدوات ما كانتش موجودة قبل كده حتى على مستوى الصوفتوير المرة دي بنبص على سولوشنز أو سيرفزز أونلاين بتلعب معنا دور مهم جدا جوه الأحداث بصراحة بالنسبة لي أنا فيها حاجات ما كنتش عارفها ما كنتش عارف إنها موجودة اللي هو أحيه هو فيه تاب فعلا فيها الكلام ده وتخش تبص فعلا فيه يا جماعة هو التول دي بتعمل الكلام اللي هما بيقولوا ده فعلا تخش تدور فيها تلاقيها فعلا بتعمل فبيحاول يجدد ولكن إحنا موجودين جوه نفس العالم بنفس الإطار بتاعه وتقريبا أبعاد اللغز بتاعنا مش هقول إنه هو متشابه بس بيعدي بنفس الفصول الحاجات الكتيرة اللي بتطرح قدامنا حاجات منها بتبقى موفيدة حاجات منها بتبقى موجودة علشان تعمل غلواشة عليك تخدعك كمشاهد إزاي أزرع لك أدوات وإنت بقدرتك على المشاهدة تقعد تفكر وتشوف هي إيه الأدوات اللي حنسترجعها تاني هل فيه حاجة تقدمت بدون داعي ولا كل الحاجات اللي بعد كده حيبقى لها استخدام وبصراحة الفيلم ده يمكن في النقطة دي بالتحديد بيتفوق شوي على سورتشين كمان زي ما بقول دايما الحتة بتاع الدراما الحاجات والحاجات بتاعتنا كلها جادجتز كلها موبايلات مش عايز بقى أقول أكتر من كده علشان فيه حاجات كتير منها بيتم استخدامها جوه الفيلم فعلا حاجات زي كده إيه فين ده مهم جدا كل حاجة من اللي إحنا كنا نتفرج عليها آخر مكان كانت فيه فين وفي حوزة مين ويقدر يعمل بيها إيه وعرفنا عنها إيه لغاية دلوقتي بترجع في الفصل الأخير من الفيلم وبتلعب أدوار جامدة جدا عاوز أقول كمان إن يمكن أبعاد اللغز اللي قدامنا والطرق اللي بيتم حلها بيه قد يكون أزكى شوية من سورتشن بس سورتشن متفوق بكل تأكيد في النواحي بتاعت الدراما الفيلم في النهاية حتى على الأقل كان مؤثر جدا يعني أنت كمشاهد أمتي منه متأثرة عاطفيا جدا درجة التأثر ديت لا أعتقد إن هي موجودة في ميسنج أتصور إن هي أقل بشكل ملحوظ بس الأداية تمثيلي هنا كويس جدا لأن عندنا عدد أكبر من الممثلين اللي نعرفهم نيا لونج اللي سي شايفينها هي الأم اللي بتختفي والبنت اسمها ستورم ريد دي البنت بتاع The Invisible Man وعلى قد ما نفاهم هي ظهرت في الحلقة الجديدة بتاع The Last of Us عندنا إخوة كيم دي ألميدا وإخوة كيم دي ألميدا دوت من الأشرار الميكسيكيين اللي كانوا مسيطارين جدا في فترة التسعينات فكان من المنعش إن أنا أشوفه جوه الفيلم وفيه كين لونج كين لونج دوت الناس اللي عارفة راش أور صاحب الجملة الشهيرة جدا بتاعت Wipe Your Face Your Bleeding واستخدام ممثلين معروف عنهم أو مشهورين بالأدوار بتاعت الشر عمل حالة من حالات الخداع للمشاهد وهو بيتفرد ما بقيتش عارف كويس قوي هو ده كويس ولا مش كويس هو رسم وش طيب وفي الأخر حيطلع الشجير زي ما احنا متعودين ولا العكس وده بيتم التلاعب بيه بشكل كويس جدا داخل الأحداث الحاجة اللي كانت عجباني قوي في فيلم سورتشنج وبيتم استدعاقها هنا المرة دي كمان هو التلاعب بالإيقاع من خلال الشاشة الوحدة إنك تبقى موجودة جوا الشاشة وتقعد تبراوز جواها من كورنر لكورنر وأمور زي دي طالما إحنا كنا بنقول إنه ده إنجاز منتاج فتخيل بقى لو المونتير دوت بقى هو نفسه المخرج بتاع الفيلم ما ممكن ياخد الموضوع لأبعاد شكلها عامل إزاي هنا مش عاوز أقول إنه هو أحسن من سورتشنج بس عاوز أقول إنه فيه تطوير على اللي تم تقديمه قبل كده ما بنكتفيش بنفس الإنجازات عاوز أقول برضو إن ميسنج ممكن يكون مأمري شوية في بعض تفاصيله عن سورتشنج يعني سورتشنج كان بيسوح المشاهد كتير قوي وأنا يمكن أكون دخلت في مناطق معينة وأنا مش عارف خالص أخام من أي حاجة في ميسنج لو أنت مركز من بدري شوية خصوصا كمان لو أنت شايف سورتشنج فأنت عارف هو حيلعبك إزاي بتبتدي من بدري تقرأ بعض التفاصيل يعني أنا فيه شوية حاجات تم استدعاها في آخر الفيلم الحقيقة كنت أريها من بدري قوي كم تقييم الفيلم؟ تقييم الفيلم 8 ونص من عشرة وده تقييم أعلى من اللي كنت متصوره يعني أنا بعد ما خرجت من الفيلم لما كنت بقول بنيو بالنفسي كده أصلا بغششني يا لو كنت طلعت ستريم لليتها غلقا كنت حديره 8 بس الفيلمين اللي جاي تكلم فيهم النهاردة الحقيقة لما قعدوا معايا شوية تقديري ليهم زاد تعالوا نحط سبويلر ألرت سريع هتكلم على حاجتين حاجة مش حرقة قوي بس هي تفصيلة يعني مش موجودة في التريلر اللي ربط العالم ببعضه هقول لكم الرابط حصل إزاي ما بين سورتشنج وميسنج فيه زي ما يكون مسلسل بيتعامل عن أحداث الجرائم اللي حصلت في العالم ده ففي مسلسل في البداية بنشوف الحلقة اللي تكلموا فيها أو اللي حكوا فيها الحكاية بتاعت سورتشنج طبعا بتمثيل رضيء بآداء مصطنع بحاجات زي كده وفي نهاية مسلسل بنشوف حلقة تانية فيها نقل لنفس الأحداث اللي حصلت في مسلسل فهي دي طريقة اللي ربطين بيها الدنيا سورتشنج ولا إيه؟ بيتميز قوي في بدايته بالتسلسل مقابلة تتر البداية اللي بنفهم فيه الأم بتاعة العائلة أنا دواتي بتكلم على سورتشنج فقدناها إزاي والتأثير العاطفي بتاعها علينا عمل إزاي المرة دي دا ليه مقابل في أن فيه فيديو عائلي واحد بس بيحكي أن الأسرة دا كان ليها أب والأب دا فقد بشكل أو بآخر والأب دا بيرجع في الآخر ما انتهاش النهاية اللي احنا كنا متصورينها احنا فيه منتاج بنشوفه في البداية لمشهد من فيلم عائلي الأب بينزف فيه من منخيره وبعد كده بندي انطباع أن البنت لسه متحق شايلة الحمل العاطفي بتاع خسارة أبوها وأن هي نفسها اللي بتإدت الفيديو اللي هو كان موجود فيه علشان تشيل منه اللي حصل بعد كده وبعد كده بنشوف بعض الأبحاث على حاجات في أورام في المخ وكلام زي دا وسإحنا لو ركزنا شوية في المشهد دا هنلاقي أن الأدوات اللي بيتم استخدامها قديمة شويتين مش أدوات جديدة لذلك اللي بتستخدم الأدوات دا كما يتم الكشف في نهاية الفيلم ودي من الحاجات اللي أنا كنت أريها شوية هي الأم وإنها الحقيقة كانت بتمحي أثر الأب من العائلة وبتغير نهايته عن النهاية الحقيقية لأن النهاية الحقيقية أنه هو في الواقع مجرم وإنه تم سجنه وحاجات من هذا القبيل في الآخر خالص بيعود الأب لأنه كان مسجون وعاوز يتدخل في الحياة وعاوز ينتقم من الأم وبيرتكب خطأ من أبشع ما يمكن بالشكل محشور جوه الطريقة اللي بيحكي بيها أنه هو بيقول اسم السجن اللي كان موجود فيه وده اللي بيفضحه قدام البنت فأنا شايف أن دي كانت مزروعة شوية مش أقوى النقطة في الحبكة بتاعة الفيلم أو في طريقة الكشف عن التفاصيل وفصل النهاية واحد محتجز اتنين وكل شوية واحدة تتعوره واحدة تضربه واحدة تعمله وبعدين يرجع يضربها وبعدين يرجع ينزف وبعدين ما عرفش مين نقدر نقول أن أداؤه كمجرم المفروض في المشهد ده كان متدني شويتين يعني مش أذكى حاجة في الدنيا بس ده بتعوضها مكافأة حلوة قوي في تسلسل النهاية بالاستعانة بأحد الأدوات اللي محدش كان متخيل لأن من البنت كانت طوال الأحداث بتنتقد الأم أنها بتعمل كل حاجة بسيري أنها بتكلم سيري تعمل لها كل حاجة تبعت رسالة تعمل مكالمة تبعت فويس نوت تعمل كلام زي ده وفي النهاية سيري هي اللي بتحل المشكلة كلها في مشهد من أذكى ما يمكن يعني قديمنا الحاجات اللي أنت بتتفرج هين عليك تسقف لأ برافو عليكم حلوة يعني تدخل الدماغ بس زي ما بقول عاطفيا اللي تم صناعته بعدها بيم مش أحلى حاجة في الدنيا كوكين بقى الفيلم دوت مستلهم من أحداث حقيقية يا جماعة إن في سنة 1985 كان في طائرة بتحمل شحنة كبيرة جدا من الكوكين لغاية لما بيتكتشف إنها مش قادرة تكمل في الرحلة فبيقرروا إن هم يرموا حاجات من الكوكين دوت والمسؤول عن هذه الحمولة بينط وراها ببراشوت لأنه طبعا ما بيتخلصش منها بيرميها يعني هو نازل وراها علشان يأمنها فلي بيحصل إن البراشوت بتاعه ما بيفتحش وبيموت والكوكين دوت وهو في الغابة فيه دب بيأكل منه كتير قوي والدب ده بيموت ولقوا الدب ده فعلا حنطوه وبقى مزار يعني هو موجود في أحد الحضائق طبعا الأحداث بتاع الفيلم دوت بتبالغ شوية وبتقول إن الدب ده ما ماتش اللي حصل إن هو لما كان الكوكين دوت شعلل معاه فاكتسب شراسة أزيد بكتير جدا ورغبة في مهاجمة أي حد بيقف ما بينه وما بين الكوكين المنتشر جدا في الحديقة لأنه مفروض إنه موجود في محمية يعني ليها أحراسة أو ليها كلام زي ده فده بيقود لعدد كبير من الصراعات والمواجهات الدامية المزعجة جدا نحن نتكلم على الجور على مستوى عالي قوي عالي هزلي لأنه مش قادر أقول إنه هو برضو جاد بنسبة 100% وده شيء مطلوب جدا إنه نحن نركز فيه ونحن نتكلم على الفيلم المهم إن اللاعبين اللي في الملعب بتاعنا تم تصميمهم بشكل كويس جدا وأنا شايف إنهم عنصر الجذب الرئيسي بتاع الفيلم لأن فيه ولد وبنت هربنين من المدرسة لأن البنت عاوزة تروح تصور أو ترسم شلال موجود في نفس الحديقة دي الأم اللي بتمشي وراهم علشان تحاول تلاقيهم أحد المسؤولين عن الحياة البرية بيرائب اللي بيحصل جوه الحديقة وبيبقى لاعب معنا جوه الأحداث وعصابة والعصابة دي أجمل حاجة في الفيلم على الإطلاق مكونة من واحد حزين جدا من إنه هو فقط مراته وصديقه العضو الآخر اللي في العصابة اللي بيحاولوا يخشوا الغابة أو يخشوا المحمية دي عشان يستعيدوا الكوكايين بتكليف من أبو الشخص اللي فقط زوجته دا اللي في نفس الوقت متكفل برعاية حفيده اللي هو ابن الشخص اللي فقط زوجته دا لغاية لما يخرج من الاجتاءات بتاعه يبقى كويس والمثلث دا من أجمد ما يمكن وللمفاجأة كتير منهم ممثلين معروفين وممكن يكونوا في مصاف الممثلين عاوز أقول كبار شوية يعني شخصية الجدع اللي هو فقط زوجته دوت اللي بيقوم بيه دوت اللي كان هان سولو اللي اتعامل لوحده اللي كان موجود في هيل سيزر وانا لاحظته في هيل سيزر كان عامل دور رائع جدا في الفيلم دا عندنا كيري راسل هي الأم بتاعت الطفلين اللي موجودين عندنا إسايا ويتلوك اللي كان موجود في دا وليه أفلام وأدوار جدة جدة داخل برضو في الفيلم دا بدور مسخرة ففي تشكيلة من الممثلين اللي مفروض نخدهم على محمل الجدية داخلين الفيلم دوت عشان يهرجوا وللمفاجأة النجاح الحقيقي بتاع الهزل والكوميديا داخل الفيلم ملوش اي علاقة بالدب يعني كل المشاهد اللي فيها الدب انت وانت بتقرب منها هتلاقي نفسك متلخبط هو أنا المفروض أضحك على اللي بيحصل دا ولا أنزعج منه ولا أترعب منه ولا أخاف منه ولا أقرف منه ولا أعمل ايه بالضبط يمكن النغمة الكوميديا الواضحة في المواجهات بتاعت الدب حصلت مرتين بس في الفيلم كله الباقي كله مزعج أنا مش عارف يعني انت ماشي في أجواء ظريفة خفيفة كوميديا معرفش ماله بعدين تاخد هضر ومطب من أعنف ما يمكن فجأة وتطلع منه من ناحية تانية وتيجي وانت جوه الهضر دا تقول طب هو كان فيه كوميديا كافية وفي الحتة اللي أنا واقف فيها دا الحقيقة لا هو كان شيء مزعج فقط لغير مش أكتر بس هقول لك حاجة دوت اللي أنا لما أجي أفسره وأقول لك إن الفيلم دا فن خام يعني أقول لك فن تقول لي فن بيدحك آه بيدحك في تفاصيل كتير بس ملهاش دعوة بالجزء الدموي طب الجزء الدموي دوت صادم آه إذت فن آه ليه معرفش بس إتس فن أنا وأنا بتفرج حسيت بحالة فن عامة من اللي أنا بتفرج عليه وسبحان الله الأفلام اللي زيدي عادة بتشيل الكوميديا بتاعتها للمشاهد الصعبة دي والباقي بيبقى عادي الفيلم دوت بالتحديد المشاهد اللي هي البرجات اللي هي التفاعلات الطبيعية ما بين الشخصيات مصخرة المثلث بتاع العصابة دوت من أس كما يمكن وطلع منه كمية إفهات حتى لما تخرجها من فيلم بطلو دب شارب كوكاين أو واكل كوكاين تلاقيها بتضحك انت مش محتاج الدب في الفيلم ده عشان تضحك الدحك موجود من خلال الشخصيات اللي موجودة نفسها التكلفة بتاعت الفيلم انتجيا تقريبا كلها راحت في شغل الـ CGI لتعامل بيد دب وهو معمول بشكل كويس ما عدا مش هتظهوره الأول ومش هتظهوره الأول اللي هو تسلسل مقابلة تتر مصخرة هو رخر يعني دي من المرات الأوليلة اللي فيها تفاعل مع الدب بيدحك والبطل بتاعه تورموند يا جماعة بتاع جيموف ترونز وطلع مصخرة مش طلع تورموند خالص طلع حبيب ودي في حد داتها حاجة ذكية حاجة ذكية جدا على مستوى الكاستنج برضه واحترمتها جدا ما استمتعت بالفيلم فن خام متعة خام متعة انت مش عارف الأبعاد بتاعتها عاملة ازاي دحكت كتير من قلبي فيه نوكة عظيمة أنا من ساعة لما طلعت من الفيلم بصوا يا جماعة أنا من المقاييس بتاعت نجاح النوكة بتاعت الكوميديا في أفلام معينة أني بعد ما اطلع من الفيلم أقعد بعد يوم أو اتنين فاكرها وعندي رغبة في أن أنا حكيها ولما حكيها اتضحك يعني أنا من ساعة لما شفت الفيلم من لما بقابل حد افتكر مشهد من الفيلم بقوله في مشهد في فيلم كوكين بيركوت بتفرج عليه فيه شخصية معرفش مالها حصل كذا وراح قيل كذا لا وأنا بقول كده حتى بالخلفيات البسيطة اللي أنا بتراحها اللي قدامي بيتحك لأنها نوكة دكية بس مع الدب نفسه اتضحكوا قليل مرتين بس مرتين بالعدد وفيه درجة عناية في تقديم خلفيات للشخصيات يعني أنتوا خدتوا بالكم وأنا بوصف لكم كل حد من دول أنت عندك خلفية عن حياته أكتر بكتير من المطلوبة علشان بس نشوفه في مواجهة دب شارب كوكين يعني واحد فقد مراته ومش قادر يراعي ابنه فابنه مع جده وجده دوت زعيم العصابة وهو اللي بيكلفه أنه هو يخش المحمية ديت عشان يلاقي الكوكين وهناك بيتم مطردته من قبل ضابط الضابط ده مش تريه كلبة على أساس أنها تقنس وحدته وتبقى كلبة لعبية وبتاع ولكن وقع الأمر أن الكلبة اللي جات له وكانت بتتمنى اليوم دوت أنها تروح بدري عشان ترتاح ودخل الغابة بتنرفز على بنتها لأن البنت هربت من المدرسة وجبت لها وجع القلب طبعا ده قبل ما تعرف أن بيتم مطردتها من دب أساسا كل شخصية وراها تاريخ وكل التواريخ دي التواريخ مصخرة هلس في هلس إليزابت بانكس عموما بالنسبة لي ممثلة كوميدية من الكوميديانات القليلين جدا اللي عندهم إخلاص تام للنكتة لأنها كانت بتظهر في الحاجات المصخرة زمان بتاعة جود أبتاو والكلام ده وعندها فيلم اسم موقف في رحلة كده لشخصيتها هي بطالته فيلم رائع مش هقول رائع على المستوى الفني رائع على مستوى الضحك في كوميديا كتير وهي عملت في مجهود كوميدي حركي مرتفع جدا والليها قبل كده اخراجيا رائع وهي شخصيا كانت متميزة فيه حاجة محودة تماما بس في الفيلم ده هي واخدة منحنة عنيف وزي ما تكون نسيت جوه التفاصيل بتاعته ان الهدف منه هو الاضحك تقييم الفيلم كوكين باري يا جماعة سبعة من عشرة وده برضو من الافلام اللي قدرتها شوية من ساعة لما عد عليها وقت يعني وانا قاعد بتفرج انا مبسوط مزهقتش من ثانية في الفيلم وبعد ما خرجت فيه نوكت بعد ما تخمرت شوية بتدت تجيب معايا ضحك وزي ما بقولكم كده كل شوية استبعيها واقولها فندحك عليها بس من اول لحظة او في اول يوم كنت تشايفوا دايما بيلف في الحتة بتاعت ستة ستة ونص بالكتير لكن النهاردة وانا داخل شوية شجاعة الفيلم سبعة من عشرة لا يا جماعة انا حبت بشكل او باخر اوصل لكم ان فيه فيلمين في السينما حلوين وفيه فيلمين في السينما ممتعين والاسباب مختلفة قالي كتير جدا ما دخلتش سينما الصبح بادري دخلت اتفرجت على الفيلم اتفاجئت بان انا مبسوط بكل تفاصيله ولقيت تلت ساعة ما بين الفيلم ده والفيلم ده نزلت افطرت اشتريت كرواصناية وكوباية قهوة وبعدين دخلت الفيلم التاني وانا مفوق وفترانه وبتاع شغلت مخي معاه فكرة ان انا اصلا اقضي الوقت ده كله في السينما وافصل من هذا الخراء شيء انا استمتعت به وقدرته وياه على المتعة مش كل شوية ومش كل شوية تخش على تويتر تشوف الناس بتتطلقاء على ايه ومش كل شوية واحد يستخف دمه معاك على موضوع انت بتكلم في حيجة وهو بيتكلم في حاجة تانية ورجعت البيت على نص اليوم استمتعت بوقتي قضيت وقت الظريف اقول لكم اليوم كله اتكلف كام والله ما عنديش مانع اقول لكم اليوم كله كله بالنسبالي اتكلف 40 جنيه تذكرتين السينما كل الناس عندها قدر انها تعمل حاجة بالطريقة وممكن حد يقول لك اه يا عم المرفهين وبتاعه كلام زي ده برضو شوف انا سني قدي ايه فالمفروض ان انا اقدر على ايه لكن انت لو دخلت فيلم وفطرت فطار زريف ودلعت نفسك كده قضيت وقت لذيذ مع روحك او كلام زي ده ده اللي انا عاوز اوصله لك ان انت لو عاوز حاجة زي كده فيه في السينماد حاجة تسمحك ده ويعز علي ان يكون فيه تجربة ممتعة ومحكلكش عليها